ومن البريدنا فين الوهم وفين اليقين ده دورنا دلوقتي نشوف ونفكر ونحكم ده واجبنا مع الناس الحلوة اهلا بكم نعضى اليوم مهم وظيف شديد الاهمية اهمية اليوم فين احنا نتكلم على عنوان اسمه زوجة او ميضا بنقول كابلز بدون ابناء بس هنركز على الزوجة واضح اوي انه هي دي الفكرة الاولى عندنا والحقيقة انا هايز اركز على ناحية نفسية لزوجة بلا ابناء الامومة عند الست اكبر بكتير من رغبة الابو عند الراجل ده علميا الامومة شيء اساسي في حياة كل ست كل بنت من وياه صغيرة خالص اول لعبة بتقتنيها البنت وياه صغيرة عندها 3-4 سنين عروسها ودي بدأت تعمل على انها امها ام البنت الصغيرة خالص العروسة للطفلة تكبر تجيبها عرئيس اكتر الاولاد بيجيبوا حاجات كتيرة يجيبوا السيوف يجيبوا مسدسات ولاد الزهور يعني وبعدين كل حلمها يعني حتى البنات اللي عندهم طموحات يبقى يوم الفرح بالنسبة لها واحد اهم يوم في حياة راجل لأ راجل عنده ايام كتيرة يوم ممكن جدا يوم فرحه لان الصبح بيتخانق او مثلا ان الصبح تليف شغل وبيخلص بيزنس لو راجل اعمال اللي مش عارف ايه كلام ده كله والفرح فاضل لان ساعتين اروح على البس بتاعكم يا هنج اوفر تتكلم على الحكاية دي كده فيلم اجنابي الست لأ ده بتوع تجهز لليوم دوت قابليها بسنة طب البيت طب انا عايز اخلف في مشكلة الراجل صدت انه ما خلفش اكيد صدمه بس يروح ينام عادي ويصحى ويشوف شغل وما فيش مشكلة غالص الست ممكن الحياة يتوقف عندها الراجل ممكن جدا يضغط عليه في محيط العيلة بكلمتين وبتاع يتدايق يوم يومين نفسيته بس 3 ا4 ايام كمان ليه رجع ولا في دماغه وبيشتغل زي العفريت ويبراكز شغله ويبراكز جدا في عمله ولا فرق معاه اي حاجة الست تتوقف الحياة انقلب الحياة كلها الى انكت تصطدم الاستماطة عنيفة جدا بك كل افراد الاسرة اللي حواليها ممكن مامتها نفسها تصطدم بيها ماما ما تكلمنيش في الموضوع تاع ما تغطيش عليها يا ماما دي البنت الحما حدس ولا حرك على المشاكل فالموضوع يا جماعة كبير زوجة بلا ابناء او ست اتحكم عليها انها متكونش ام دلوقتي ده شيء قاسي جدا هذا هو الاطروح التي اطرحها على ضيف العزيز الحياة زي ما قلت هذا يوم مهم وضيفه مهم لانا فخر ولانا استعادة الكاملة ان يكون معنا واحد من الكبار في عالم النساء والتوليد اسم كبير ما شاء الله افكار مميزة وتاريخ طويل من العطاء العلمي والعطاء العملي رجل منغمس بدقة شديدة جدا في عمله يعني انا دائما اقول انه قليل لما نشوف في الجيل الجديد هذا الانغماس العنيف والكبير في عالم النساء والتوليد او في عالم الطب زي ما هو موجود في هذا العالم الكبير والاستاذ القادر استاذ الاسدزة والاسم الكبير لما سعيد جدا بقبول دعواتنا هو طبعا استاذنا استاذ دكتور محمد علي ابراهيم لو حصل انهاء الحملة قبل 20 اسبوع بيبقى ده اجهاض بتبقى ولادة مبكرة من 20 لحد 37 اسبوع يعني ايه كلمة عقم اذا ظل هذا المعنى موجود او تأخر حمل لما غير الاسم عدم الحمل في خلال عام من الزواج مع ممارسة الحياة الزوجية العادية ينصح للسيدة عدم اخذ وسيلة لمنع الحمل الا بعد ثبوت القصوص الاستاذ الدكتور محمد علي ابراهيم استاذ امراض النساء والتوليد والعقم اطفال الانبيب والحقن المجهري كلية الطب جامعة عين شمس موسيقى موسيقى لماذا هذا التعبير هو طبعا موضوع مهم جدا وزي ما حادثك قلت ان الامومة هي حلم كل فتاة وانزة وزوجة بلا ابناء موضوع مهم عندنا في طب وجرحة امراض النساء والتوليد ويشمل في جزء منه كبير هو تأخر الحمل والانجاب او ما يسمى العقم وده من صميم امراض النساء ومجموعات اخرى من اسباب زوجة بلا ابناء اللي هو مجموعة الاجهات المتكرر والولادة المبكرة المتكررة ووفاة الجنين المتسر ناقص النمو ووفاة الجنين داخل الرحل المتكرر دون طبعا من علم التوليد فطبعا هذا الموضوع بيجمع ما بين امراض النساء كعلم وعلم والتوليد كعلم وطبعا موضوع كبير وفيه يعني شرح وفير وغزير يعني يبدو انه فيلم ذرامي اسمه زوجة بدون ابناء في الطب يعني لو جزا لنا التعبير انه نوعية من الميلو دراما السوداء يعني دراما يعني فيه مشاكل فيه احداثه وده يكبل سيناريوهات كم سيناريو لهذا المعنى السيناريو ام بلا ابناء ممكن يجتمل مثلا على اربع سيناريوهات الاول هو تأخر الحامل والانجاب او ما يسمى بالعقم طبعا كلمة العقم كلمة صعبة شوية لانها تدي انطباع ان الموضوع لا حل له وبينما احنا في العصر الحديث بعد التقنيات الحديثة في مساعدة الاخصاب نسبة كبيرة جدا من السيدات اللي كان مفقود الامل في حملهن بيحمل ويجيبه نتائج فكلمة تأخر الحامل كلمة اسهل شوية على الناس يعني فطبعا تأخر الحامل طبعا له اسباب اسباب ممكن تبقى في الزوجة وممكن اسباب تبقى في الزوج وممكن اسباب في الاثنين مع بعض الزوج والزوجة وفي حالات بتبقى غير معلوم السبب لا في اسباب واضحة ظاهرة في الزوجة ولا في الزوج ويبقى بيسمى العكم او تأخر الحامل غير معلوم السبب فطبعا دي المجموعة الاولى من زوجة بدون ابناء مجموعة تانية ممكن تبقى اللي هما السيدات اللي بيحصل لهم الاجهاد المتكرر وطبعا الاجهاد المتكرر ده موضوع مهم جدا جدا بالنسبة لنا في امراض نسا ولادة الاجهاد اولا هو انهاء الحامل قبل عشرين اسبوع بيبقى وزن الجنين حوالي 500 جرام وطبعا حالات الاجهاد المتكرر كما ورد في تعرفها في الكتب العلمية انه هو الاجهاد المتكرر المتتابع ثلاث مرات او اكثر فده طبعا ممكن سيدات تحمل مرة واثنين وثلاثة واربعة وفيه بنشوف حالات سقطت عشر مرات وسبعتاشر مرة وفي النهاية برغمها حملة عشر مرات او اكثر وتسقط لدرجة انها ممكن بعد كده هي من كتر الاحباطات اللي حصلت لها بسبب الاجهاد المتكرر هي من نفسها تاخد وسيلة لمنع الحمل عشان تدي نفسها فترة انها تستريح من اللعب النفسي بسبب الاجهاد فدي المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الثانية السيناريو الثالث هو سيناريو وفاة الجنين المتكرر داخل الرحم طبعا له اسباب عديدة يعني ويمكن طبعا زمان كده بنشوف التكرار وفاة الجنين داخل الرحم بسبب مثلا مرض البول السكري لما ما كناش بنعرف نضبط مستوى جلوكوز في الدم زي ما احلى بنعمل الايام دي هيا واسباب اخرى كثيرة طبعا ممكن تبقى تحبل مرة واثنين وثلاثة تبقى يحصل وفاة الجنين داخل الرحم وفي النهاية المحصلة ان السيدة ما عندهاش ابناء السيناريو الرابع لزوجة بلا ابناء هو سيناريو تكرار الولادة المبكرة ووفاة الجنين ووفاة المولود بقى وفاة المولود ايه بعد الولادة بسبب نقص الامكانات للحضانات الولادة المبكرة طبعا احنا عارفين الحملة اربعين اسبوع من اول يوم في اخر دورة شهرية والحملة بالاسابيع وليس بالشهور ومن اول الحملة حد 20 اسبوع لو حصل انهاء الحملة قبل 20 اسبوع بيبقى ده اجهاض ولو حصل ولادة بعد 20 لو حصل ولادة بعد 20 اسبوع بتبقى ولادة مبكرة من 20 لحد 37 اسبوع بعد 37 اسبوع تبقى ولادة مكتبة طبعا الطفل المبتسر او الطفل غير كامل النمو الولادة المبكرة دي هي تمثل 75% من وفيات حول الولادة يعني عندنا المعدة وده بيؤقت بعلامة على تقدم خدمات الولادة في الدولة يعني الدول المتقدمة تجد المعدة الوفيات الاطفال حول الولادة 75% منها بسبب الولادة المبكرة اللي هي ولادة قبل تمام 37 اسبوع وطبعا 37 اسبوع يعني لو واحدة 36 اسبوع مهو طفل كويس هيقيش وتبقى زي الفل لكن الفكرة مهو ده طفل مبتسر برضو على حسب التعريف لكن في مولود 28 اسبوع وزنه كيلو او كيلو ميت جرام فطبعا ده معرض لكل مشاكل الاطفال المبتسرين واللي ممكن تؤدي الى وفاته عزيب هزي ده الفهرس بتاع السيناريوهات تاربعة هنبدأ بالسيناريو الاول اعتخد انه يمكن يعني السيناريوهات تاربعة ياخدوا مننا حلقات حسب يعني الترتيب الحواري لانه الموضوعات ما حضركها اكيد هي بفات تفاصيل كتير لكن هنبدأ بالسيناريو الاول وهو سيناريو مسير اتنين زوجين جولك مصابين بالعقب لعقب يعني ايه وهالعقب دي كلمة فظيعة يعني كلمة قاسية جدا يعني ما عندهمش اولاد قبل كده ما رزقوش لا ستة حملة قبل كده ولا الراجل اتجاوز وكان عنده اولاد ولا ستة كان اتجاوز قبل كده ولا عنده اولاد ولا حصل اجهاض ولا حاجة خالص هما لسا هما جايينهم فالسؤال الاول يعني ايه كلمة عقم اذا زل هذا المعنى موجود او تاخر حمل لما غير الاسم العقم او تاخر الحمل طب اللي هو تعريف محدد وهو عدم الحمل في خلال عام من الزواج مع ممارسة الحياة الزوجية العادية لان الحمل اساسا بيبقى نسبته تراكمية تراكمية يعني الميت عروسة عريسة عروسة متجاوزين بعد اول شهر مثلا 25% يحملوا بعد تاني شهر 35% في نهاية العام يبقى 85-90% حصل فيهم حمل ويفضل نسبة العقم او تاخر الحمل مثلا 10-15% في الـ population عموما يعني هذا التعريف ان هو عدم حدوث الحمل في خلال عام من الزواج او من حياة الزوجية المنتظمة ما ينفعش ينطبقوا في كل الحالات يعني لما تجي لي زوجة مثلا متجاوزينها مثلا 39 سنة او سنها اربعين سنة او واحد واربعين سنة او اتنين واربعين سنة في ظل ان في ارتفاع سن الزواج دلوقتي فطبعا دي انا مقدرش يطبق عليها التعريف بتاع السنة علشان ابدأ بعد السنة اعمل لها الفحوص بتاعتها واشوف التبويض اخباره ايه واشوف الالبيب اخبارها ايه واشوف جوزها سائل المنوي واعمل لها اندار طبعا السنة دي مهمة جدا ايه لان المخزون المبيضي بيقل بتقدم ايه بتقدم العمر فهنا دي اقدر استثنيها من التعريف بتاع السنة وايضا استثني ناس من التعريف ده لو في مشكلة سابقة قبل كده يعني لو واحدة بتجوزها وكانت قبل كده قبل الجواز مثلا عندها البطانة المهاجرة في المبيض مثلا وفتحت بطنها وشالت مبيض او شالت جزء من المبيض ايه وطبعا دي انا مقدرش اقعد اقولها استني سنة على ما اعمل لك الفحوص لا دي تبدأ ايه الفحوص فورا لو رجل مثلا وكان يعلم مسبقا انه هو عنده نقص في عدد الحيوانات المنوية او الحركة او كده برضو نبدأ في الفحوص عشان مشخص السبب وده طبعا حالات دي بنستسنيها من التعريف بتاع ايه السنة ما نعملش اي فحوص الا بعد سنة ونقطة تانية برضو انا بعمل فحوص للخصوبة او الانجاب اه مش مسألة عدم الانجاب او تأخر الحمل في زوجين يبقوا عاوزين يمنعوا الحمل لفترة معينة بعد الجواز على طول كويس فيبقى ايه لسبب دراسة لسبب ايه تجهيز بيت او يعني اللي حسب الظروف الاجتماعية انا برضو اللي ينصح للسيدة عدم اخذ وسيلة لمنع الحمل الا بعد ثبوت الخصوب كويس طبعا انا هعمل لها دماغية ظروفهم تحتم عليهم انها تاخد حاجة لمنع الحمل لستة شهور او سنة كويس فانا قبل ما اديها اه هذي الوسيلة لازم اتأكد الاول انها معندهاش مشكلة انا اعمل لها اختبارات تحاليل الهوربونات البروسترون في اليوم الواحد وعشرين من الاف اس اتش الاضرقية البرولاكتين اعرف ان هي فيها طبويد كويس او ابادة كويسة يبقى مفيش ما يمنع ان انا ممكن اديها وزريت منع الحمل الا غالبا هتكون مثلا اقرص منع الحمل الهوربوني دائما تطلبون من الزوج انه يكون عنده نوع من زي ما بيقوله التعاون ويحل ويعني فيه صعوبات في المكتبع المصري ما زالت موجودة في بعض الاماكن الان في تقبل الزوج لي انه هو يعمل تحليل وبيربطه ساعات بين القدرة الجنسية وقدرة الانجابة يقولك انا قادر جنسية وعارف ان انا قادر جنسية ليه بتقولي تعمل تحليل مع انا راجل وثبت ده في كل الافلام يعني حتى في الافلام السينما عبر التاريخ اللي كانوا بيجي زمان قوي كان الراجل صلاح منصور في فيلم الزوجة التانية انا كويس شوفي نفسي واحمد زاكي في فيلم شدر السمك وانت او انا مش راجل ولا ايه هو على فكرة بدون قطع كلام حضرتك الزوجة التانية احنا لحد الوقت مش عارفين مين اللي كان عند المشكلة صلاح منصور وانصور وانصور جميل يعني لان سوقات حسني كتحامل من جزها من جزها اللي هو شوفي سرعات اه بالزبط هي قلت له اطلع في البلد واقول لهم ان اه ما هي كان في حاجة برضو تحس ان في مشاهد في السيناريو نفسها تشالت لكن الزوج في المصري عنده انزعاج من القضايا دي بيربط دائما ما بين طلب تحليل الساق المنوي وبين قدرته الجنسية طبعا القدرة الجنسية كفاء الجنسية والقدرة الجنسية ليه شيء و القدرة على انجاب شيء اخر يعني ممكن راجل سنه 70 سنة واا يه وينجب و ممكن يبقى شاب 20 سنة و عنده نقْص في حنات المنوية لأي سبب و نقْص في الحركة و لا ينجب القدرة الجنسية شيء والقدرة على انجاب شيء اخر وكثير جدا من الازواج بياخدها على قرامته او يعتقد ان ده شيء يمس رجولته او كده فممكن فيه ناس بترفض طبعا ولكن طبعا ده هو اول حاجة بعملها لانه هو اسأل حاجة يعني اسأل حاجة ده لن يكلف شيء لا هيعمل وجهات صوتية ولا هيعمل منذار الرحم ولا هيعمل منذار البطن ولا هيعمل تحليل هرمونات فسهل جدا وايضا ان هو الاسباب في الرجل تصل الاربعين لخمسين في المية من اسباب الاخر الحمد يعني انا من نشوف عيمين بقال نقوم سنوات ثلاث سنين واربع سنين وسبع سنين والزوجة عمالين يدوها ادوية منشطة للابادة دون حتى ان يعرف اذا كان هي عند تبويض ولا لا ولم يلتفت الى الزوج اطلاقا كويس وفي النهاية تجد ان الزوج عنده مشكلة في العدد والحركة وممكن يطلع عنده دوالي في الخصياتين سواء شمال او شمال ويمين ولو كان عمل العملية مثلا من اول الجواز كان زمان يبقى عنده اطفائيال بس فطبعا تحليل السائل منوي اول حاجة بنعملها في اي زوجين لانه الاسهل ولان الرجل كسبب من اسباب تاخر الحمل يمثل اربعين في المية تقريبا من الحالات هنذهب الى الزوجة بقى الزوجة اسبابها كتيرة مشكلة كثرة جدا طبعا نهد الاسباب الزوجة طبعا اسباب في التبويض واسباب في قناتي فلوب واسباب في الرحم واسباب في عنق الرحم اسباب التبويض ده وظيفة مهمة جدا اه بتحكمه الكشرة المخية المخ وبعدين الهايبوثالماس او تحت المهاد وبعدين الغدة النخامية الامامية بتفرز الهرمونات التي تحفز المبيضين بس لانتاج البويضات وبعد كده المبيض بيطلع البويضات بيطلع بويضة كل شهر اللي ليس بالضرورة الناس فاكرة ان المبيض اليمين شهر والشمال شهر اللي بعديه بالتبادل لا طبعا ممكن تبوض 3-4 مرات في هذا المبيض اليمين وممكن مرة بعد كده ولو كانت شالت مبيض تبوض كل مرة من المبيض اللي موجود فاولا اسباب سبب الاول في المرأة يعني هو عدم التبويض وطبعا في حاجة مشهورة جدا في عدم التبويض او عدم الاباضة هو مرض او متلازمة تكيس المبيضين وتكيس المبيضين متلازمة محددة وليها تعريف محدد ويجب ان يتوافر فيها شروط معينة علشان تطلق هذا التعريف على المخازين المتلازم غير تكيسات المبيض يعني ممكن بفيه تكيسات وظيفية في المبيض بحكم التكويل والتشريح ولا ينطبق وليست تكيس المبيضين تكيس المبيضين طبعا متلازمة بقي فيها اضطراب في الدورة الشهرية او عدم او انقطاع الدورة الشهرية مع سمنة مع شعر زائد في الجسم مع صورة مميزة جدا للمبيضين في المواد الصوتية وليها مواصفات محددة ومتفقة لها عالمية ومينفعش اي طبيب يشخص ان مريضة عندها تكيس مبيضين الا ان يتوافر فيها هذه الشروط كويس لان عندنا عيانين كتير جدا تقول لك انا عندي تكيس مبيضين يعرفت مين يا ست تقول لك الدكتور مين يا ست اللي قال لك هذا ايه دليله على هذا الكلام يا سيئة الفاضلة تكيس المبيضين لابد ان هتوافر فيه شروط معينة للتشخيص ودي الشروط دي مشانا اللي وضعها ولا زميل اللي وضعانها اجماع عالمي كويس روتردام كريتيريا دي لازم بقى فيه كزا النسبة بين ال LH وال FSH ومنظر المبيضين في الموجات الصوتية وعدد الحويصلات والشعر الزائد واستمنى حاجات محددة لازم تبقى موجودة فطبعا ده متلازمة شهيرة جدا جدا في عدم التبويب ده بالنسبة لعدم الاباضة في السيدة في الانبيب طبعا انسداد الانبيب انسداد الانبيب طبعا بيحصل بسبب التهاب الانبيب قناتي فالوب وطبعا زمان كانت الانسداد الانبيب دي ما كانش لها علاج يعني ما كانش لها علاج على الاطلاق لحد ما اطلع الاطفال الانبيب لويزا براون في سنة 79 ودي كانت اول طفلة طولت للحقن الانبيب بالوسائل المساعدة واصبح دلوقتي المريضات اللي عندهم انسداد في قناتي فالوب بتحمل عن طريق طفل الانبيب او الحقن الانبيب ممكن تبقى مريضة عندها ارتشاح في انبوبة او انبوبة تانى فنضطر نشلهم او نقفلهم قبل قبل ما نعمل لها الحقن المجهري هتتستغرب تقولك يا دكتور انت هتشل الانبيب ليه او هتقفل الانبيب ليه يا سيدتي الفاضلة ارتشاح في الانبيب لما نيجي نعمل حقن المجهري ونسحب منك البويضات وبعد كده نعمل الاجنة في المعمل منين الاجنة للرحم ممكن السائل اللي موجود في اي من الانبوبتين اللي فيهم ارتشاع يتصرب وممكن يبقى سبب من اسباب فشل الحمل بعد الحقن البكاري فده بالنسبة لانبيب اسباب في الرحم طبعا الاشهر والاكثر تيوعا هو الاورام اللي فيه الاورام اللي فيهاته مثل يعني بتبقى في 30 يعني اقول 30% من السيدات عموما وبتبقى اكتر في الناس السمر والاورام اللي فيه اورام حميدة 100% وممكن تبقى اورام ليه فيه واحد او اتنين ممكن تبقى اورام متعددة كثيرة جدا وطبعا بيبقى فيه مشكلة جدا لما تبقى واحدة بنت لم تتزوج ويبقى عندها اورام اللي فيه متعددة وطبعا هي بتبقى خايفة تروح لدكتور امراد النسا فضلا ان طبيب امراد النسا ممكن يخاف يعمل لها تصدى ليه ليه يا سيدي قالك ان طبعا العيانة هتعمل استقصال اورام لي فيه لابد ان تكر وتمضي على اقرار انها تشيل الرحم اذا لدم الامر ده كلام عالمي ده لازم تمضي على كاس طبعا الكلام ده يعني صعب جدا 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 نفسيا على انسا لم تتزوج او حتى تزوجت ولم تنجب انها وعندها اورام لي فيه تستدعي ان هي تتشال وتقول لها هشلك الاورام اللي فيه بس لازم توقعي اقرار على ان استقصر الرحم اذا لازم طبعا الكلام ده يعني انا الحمد لله عنديش عيانة بعمل لها اورام لي فيه انها تصبح الامر انها تصبح الاورام لي فيه فقط ااااا ااااااا اااااااااا يقول لك ان المايومكتومي قم بنتزوج اذا كان انه في استقصال الرحم اثناء الاورام واستقصال الاورام اللي فيه هيبقى بسبب النزيف طبعا احنا بنستعمل فازو بريسن فازو بريسن ده هو قابض للقوايات الدموية بيقال للنزيف بيقال للنزيف مش بيقال للنزيف ده بيمنع النزيف قال إطلاق يعني أنا أجيب لك صور العيامين اللي إحنا عشلنا منهم 30 و40 ورمليفي دون أن تفقد مثلا عشرة سنتي من الدم لأن إحنا بنحن الفازو بريسن ده هو نداير نداير كل ورمليفي وبنش بدون نسف وبالتالي ده يسهلك إنك إنت تشيل كل الأورام لأن أنا مش مفروض إن أنا أشيل الأورام الكبيرة وأسيب الصغير يعني طب الصغير ده اللي هي سنتي واتنين طب ما هيكبر بعد سنة واتنين وييجي الدكتوري قال لا ده أنا سنتي لكل الأورام ولكن ده يرجع لا مرجحش إنت اللي سايبه إنت اللي سايبه وبعدين إحنا ما عندناش رقيب عليه وبفيش حد بيصور العمليات دي فيديو عشان معرس كنت سايبه ولا لا وكمان العيانة إنت ما عملت لهاش موجات صوتية على الرحم بعد العملية يعني بأسبوع أو كده عشان تشوف الرحم فيه أورام اللي فيها ولا كويس فطبعا استخدام الفازو بريسن ده هيك عقار قابض للأورام الدموية أثناء الاستقصال الأورام اللي فيها بيقلل النزيف جدا 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 يكاد يكون يعني بلادلس فيلد ويقلل نقل الدم لعيانة عمليش عيانة أورام اللي فيها بتاخد دم بتاخد دم ليه ما هي منزفيتش أساسا ويقلل حدوث الالتصاقات داخل البطن اللي بتحصل من جراء النزيفة النزيف بكان فيلد فيه نزيف سهل جدا يحصل فيه التحب وفيبروز والسبب والفائدة الأعظم هي عدم شيل الرحم انت تشيل الرحم ولا تشال مفيش دم بينزف وتقدر تشيل ويمكنك انك انت تشيل أكبر مش أكبر عدم انت تشيل كل الأورام اللي فيهاي متسيبش ورم اثنين ملي حتى فطبعا الأورام اللي فيها وكان فيه أنا أذكر مريضة أنا اشتغلت طبيب زائر في مستشفى الولادة في العاصمة المقدسة المقدسة مكة شهر وطبعا صرح كبير جدا جدا حاجة فخيمة جدا جدا ولكن يعني المستشفى مليء بالإمكانات ولكن تنقصها الخبرات كويس في الايادة عدد كبير جدا من العينين عينة طبعا جات سنها ثمانية وتلاتين سنة عندها أورام اللي فيها متعددة بقالها سنة بتيجي الايادة النهاردة روح هي تعملي موجات صوتية بكرة روح هي مدى المناطيسي مش عارف بعده بل إن أشعة مقطعية وكل بيهرب من العملية خوفا من إن هي تنزف منهم أوي شيء الرحم ودي بنت بنوت ما تجوزتش فتبقى مشكلة بالنسبة لها أنا شفتها تاني يوم كنت شايل لها اللي هي الصور اللي جابها المؤعد شايلها أربعين ورم ليفي من الرحم ولم يتبق ورم ليفي صغير ولا حتى تنملي دون أن تأخذ نقل الدم دون أن توقع إقرار شيء الرحم فطبعا ده الأورام اللي فيها موضوع مهم والأورام اللي فيها على فكرة سبب من أسباب تأخر الحمل وسبب من أسباب الإجهاض المتكبر وسبب من أسباب الولادة المبكرة المتكبر يعني هيا كمان تشارك في كل السيناريوها في المتوعة في التلاتة السيناريو اللي جايين في الآخرة هتوعد إلى النور الزوجة يتبقى بدون أبناء اللي هو العنوان بتاع بنا كلمة يعني عقم غير مفصل السبب كلمة مسيرة وبدأت تبقى كتيرة ومؤتمرات كتيرة على عقم غير مفصل السبب وانتو عارفين الأسباب طب ليه برضو محتفظين بالأسباب هو بوس أنا يعني أنا ليه رأي في طبعا فيش حاجة اسمها حاجة بدون سبب أكيد فيه سبب وكان العقم غير المفصل أو غير معلوم السبب ده المفروض كان زماني لكن بس مثلا يعني قبل المناظر مثلا ما كناش نقدر نشخص حالات البطانة المهاجرة اللي موجودة في البريتون في البطن والحوت فكان يبقى غير معلوم بالنسبة لنا فيبقى ده سبب العقم مثلا وإحنا مش عارفين ولكن بعد اختراع المناظر والتقدم المزهل في المناظر التشخيصية والجراحية قويس نقدر نشخص حاجات ما كانتش بتتشخص زمان وبالتالي المفروض كل ما يتقدم الزمن والعلم العنوان ده أو أقم غير مفصل السبب ده يقل اللي اكيد فيه سبب يعني بس لكن هو طبعا اللي هو غير معلوم السبب انك بتعمل الفحوص كاملة للزوج لتحليل السائل المنوي وتتأكد ان العدد كويس أكثر من 15 مليون في سنتيمتر مكعب حسب منظمة الصحة العالمية والحركة كويسة حسب نوع الحركة أو بتعمل للزوجة تحليلات الهرمونات للإبادة وتعمل لها الموجات الصوتية وتعمل لها المندار بتجد لا سبب هنا ولا سبب هنا في هذه الحالة يبقى غير معلوم السبب بس غالبا هتلاقي سبب هنا هنتقل إلى السيناريو اللي هو بيسموه قاسي جدة بقى إجادة المتكررة قاسوته القاسوة دايما تيجي من الحزن بعد الفرحة أو بعد الأمل بعد قربه ليه الإجادة المتكررة عايزين نكلم عن سببه وليه التأثير النفسي داي السينما راها تصدد أكتر من إجهاض عند الستات نفسيا بيدايق جدا جدا طبعا الإجهاض هو إنهاء الحمل قبل 20 أسبوع ده طبعا الإجهاض فيه إجهاض تلقائي اللي هي تسقط من نفسها وفيه إجهاض محرر عليه أو بفعل فاعل يعني كلامنا على الإجهاض التلقائي 20 أسبوع هم كان زمان يقولك الإجهاض قبل 28 أسبوع والولادة بعد 28 أسبوع وبسبب استقدم فيه العناية المركزة لحديث الولادة فبدل ما كانوا الـ 28 ويقدروا يعيشوا لا دلوقتي بيعيشوا مولود 500 جرام بس هذا في الدول المتقدمة أوروبا الغربية وكندا وأندل كندا المتقدمة جديد يعني إحنا زملاء ولدت في فرنسا 20 أسبوع والـ 20 أسبوع ده بسم الله ما شاء الله دولت فيه راج فـ الـ 28 ده اللي هو إنهاء الحمل قبل المدة دي اللي هي الـ أو قدرة الجنين على الحياة بمساعدة طبعا الـ الأجهزة فده الإجهاض الإجهاض طبعا التلقائي النسبة اللي موجودة في الكتاب يقولك 15% لـ 20% ولكن حقيقة النسبة أكتر من جدا وبكتير لأن في حالات لا يتم تسجيلها حالات الاجهات ده حالات الولادة بتتسجل حالات الاجهات ما بتتسجلش ولو سقطت في مستشفى ماشي لكن في البيت مش هتتسجل الى جانب ان في اجهات مبكر جدا يعني قبل المريضة ما تكتشف انها حامل تكون سقطت السيناريو ده ان هي تكون حامل وبعدين الدورة تأخر عليها يومين ثلاثة كويس وهي تكون حامل يعني لو عمل اختبار حمل في الدم بالارقام في هذه الفترة يطلع ايجابي ويديك رقم بعد ثلاثة اربعة ايام ينزل تسقط ويزع لها دم هي المريضة تقولك ده دولة تأخرت وبعدين جات باربعة ايام وهي كانت حامل فحتى يقولك ده يعني لا يتم تشخيصه الا بالمعمل يعني حتى انا كطبيب مقدرش يشخصه الا اذا كانت الدورة غيبت الايام ثلاثة اربعة ايام وقلت لها اعمل اختبار حمل وطلع ايجابي ثم بعد ذلك نزع لها الدم كويس ايه ونعمل اختبار حمل يطلع سلبي فده يتم تشوف الاجهاد المبكر يعني في وجود هذا النوع من الاجهاد المبكر جدا جدا ممكن تصل نسبة الاجهاد التلقائي لأربعين وخمسين في المية ولكن الاجهاد الاكليميكي اللي بيتم رأس وخاربا 16 اشيب في المية ده الاجهاد لو اجهادت ما سمر الفكرة في مشكلة الاجهاد المتكرر له تعريف برضه وان هي السيدة تجهب تلقائيا ثلاث مرات متتالية متتابعة يعني ليش ما يفعش تسقط بعدين تولي تسقط لأ لازم تسقط نحسب لها لازم وعتا متتابعين ورا بعضهم حتى لو الفرق بينهم زمن حتى بينهم زمن اه اه يعني واحدة مثلا سنة مثلا الفين والتانية سنة 2003 والتالتة 2007 مثلا اللي انطبق عليهم التعريف اللي هو اجهاد تلقائي اي ولادة في الفترة اجهاد تلقائي اه متكرر ثلاث مرات متتالية ورا بعضهم حتى لو ده من زوج وده من زوج مثلا الفكرة في التعريف ده برضه طبعا تعريفات على راسنا من فوق ولازم نحترمها اه ولكن احنا في شغلنا الكلينيكي اه لنا فكر تاني لان انا لو جات لي عيانة مسقطة مر هل معنى ذلك ان انا معملشي ليها الفحوص والابحاث عشان اعرف السبب وقول لها لا روحي لما تحبالي تاني وتسقطي وتحبالي تالت وتسقطي يوميا انطبك عليك التعريف او ما انا عملك الفحوص لا طبعا انا سقطت مرة واحدة انا بعتبرها بعمل لها مش بعتبرها ايه مش قاد متكادر ولكن انا بعمل لها الفحوص والابحاث عشان اعرف السبب المحتمل للاجهاد الاجهاد طبعا له اسباب عديدة اسباب في الامة واسباب في الجنين واسباب في المشيمة اسباب في الامة اسباب عامة وفي اسباب في الجهاز الثلاثلي اسباب عامة الارتفاع ضغط الدم المزمن Ahhh sports مرض البول السكر غير المنضابط ااااااااا اختلال وظائف او احتلال الكلى المزمن علي لرايي حبيبنا الاستاذ دكتور اسامة محمود يعني أستاذ دكتور حسام موافي شرح الكورونيك والدكتور حسام موافي شرح الاكيوت أغطوا الحلات التاشرة أستاذ دكتور حسام موافي ده أستاذ مصر كلها يعمل أستاذ دكتور حسام موافي محمود حبيبنا جدا حبيب الملايين في طبعين شمسي فطبعا الأمراض عامة في الأم وفي حاجات في الجهاز التناثولي مثلا حاجات مشهورة جدا مثلا إن الحاجز الرحمي الأورام اللي فيه اللي احنا قلناها بكده سبب مهم جدا من أسباب الإجهاض المتكادر وخصوصا لما تبقى الورام اللي في موجود داخل تجويف الرحم الحاجز الرحمي برضو سبب من أسباب الإجهاض المتكادر برضو في الأحماية برضو الحاجات المشهورة يعني ممكن تبقى يعني ممكن بس أصلا الوجود اللحمية أو البوليب اللي هي أجوزة من الإندوميتم البطانت الرحم وده ممكن ينزل مع الدورة يعني ممكن تبقى موجودة ممكن يعني مهاش حاجة كونستاند ثابتة بحيث تبقى موجودة ممكن كمان الاتصاقات داخل الرحم بيقى فيه التصاقات يقيم التصاقات كاملة بحيث الجدار الأمامي يلزق في الجدار خلفي يبقى ده الدولة ما بتجيش دي استحالة يحصل حاملة على الإطلاق كأنها شايلة الرحم كويس ده اللي هو وفيه الاتصاقات الجزئية ده يبقى سبب من أسباب الإجهاد المتكرر سبب مهم جدا بقى من أسباب الإجهاد المتكرر هو اتساع عنق الرحم أو عدم كفاءة عنق الرحم في الحفاظ على الحمل كويس الرحم يحتوي الحمل وعنق الرحم يمنع نزول يعني يحافظ على الحمل عنق الرحم له طول وسمك وله قناة داخلية عنق الرحم الداخلي ده بيتقاس بيتقاس بالموجات الصوتية فطبعا الكلام ده أسبابه إن ممكن واحدة عملت تفريغ مثلا قبل كده أو عملت عملية توسيع فبيوسع بزيادة هننوسع لحد ثمانية هجر الموسع لو أكثر من كده ممكن يبقى ده سبب فيه إن يتسع عنق الرحم لو عونك الرحم قصير كويس كويس والحالات اللي فيها حاجز في الرحم بيبقى فيها اتساع في عونك الرحم لإن هو الرحم أساساً بيبقى متكون من جزئين أو من ناحيتين الموليرين اليمين مع الشمال بييندمجوا مع معهم في عالم الأجنة فوجود الحاجز بيبقى اللي هو الاندماج أو الاتحاد ما بين الجزئين على واسعة شوية فبيبقى زيه دائما في العونك الرحمي يعني لو واحدة فيها حاجز الرحمي ممكن نشلها الحاجز الرحمي علشان ما يحصلش إجهاض ولكن يظل اتساع عنق الرحم أو اتساع فوهة عنق الرحم الداخلية وتتقاس بالموجات الصوتية أثناء الحمل ومش معنى إن أنا شلت الحاجز إنها ما تسقطش ممكن تسقط بسبب اتساع عنق الرحم فتحتاج لعملية ربط عنق الرحم كويس عملية بسيطة وسهلة إلا إذا كان عنق الرحم مدمر أو قصير جدا بحيث لا تستطيع إنك إنت تعمل ربط عنق الرحم من المهبل كويس يعني ممكن نعمل عملية ربط عنق الرحم من البطن أثناء الحمل تبقى حامل ونفتح بطنها ونمسك الرحم طبعا بحرص شديد وبنعمل الرابط ده هو لعنق الرحم وده ربط مستديم ولما تولد تولد قيصرية لأن الربط ده ما بيتفكش ولما تولد ممكن تحمل بعدي ثاني على الربط فطبعا إيه ده التساع ونكون رحم ده سبب مهم من أسباب الإجهاد المتكرر تاس سيناريو الثاني في حوارنا اليوم يبقى تنين سيناريو تانين أكيد هناخدهم في اللقاء القادم بس ونحن نختم اليوم في حوار المسير العالمي الرائع ايه أكتر ما يضايق أستاذنا في متابعتك للجو العام أو بمعنى صح نقدر نقول النزود دلوقتي داخل مصر في التعامل مع تأخر الإنجاب أكيد في حاجات بالتعامل والله يبطل أيمن يعني للأسف الشديد هناك ممارسات طبية غير علمية وتغلب عليها يعني الإذكار تجارية صفة تجارية ويبقى فيه كذبة على العيبين أنا كرجل طبيب أنا المفروض بمشي زي الكتاب يعني مش همشي على مزاجي ولا على ماخي أنا الرجل يشوف الكتاب بيقول إيه نعمل زي ولما أشخص حاجة معينة أشخصها بحيثيات يا سيدتي الفاضلة أنت عندك كذا علشان كذا وكذا وكذا والحاجات دي كلها مسبتة يعني أنت عندك ورم ليفي كذا مسبت بالنوجات الصوتية ومتصور صورة والورم ليفي طول وكذا وعرض وكذا ومكان وكذا ودي سبب يا سيدتي الفاضلة أنت عندك عدم إبادة أو التبويض ضعيف طب يا سيدتي إيه الدليل على كده أن احنا بنعمل تحليل البروزسترون في اليوم الواحد وعشرين من بداية الدورة لما يطلع طبيقة يبقى أنت الطبويض سليم يبقى أنت مش محتاجة أدوية منشطة للطبويض أنا كل العيون يجولي تبقى وقدة أدوية منشطة للطبويض سنين طويلة طب يا سيدة الفاضلة الطبيب اللي كنت عنده قبل كده ما طلبش منك إنك تعملي تحليل البروزسترون في اليوم الواحد وعشرين عشان نعرف إذا كان فيه طبيض ولا أتقولك ما عملتوش مثلا فإنت العيونة إنت بناء على إيه بتدي المريضة أدوية منشطة للإبادة كويس سواء كان عن طريق الفم أو الحؤن والحؤن غالية كويس وهي المريضة أساسا بتبوت وممكن يطلع السبب في جزء أساسا يعني وتضيع عليها سنة واثنين وثلاثة غير ما توفقه من أموال حقيقة وجودك معنا شرف كبير لينا وسعيد جدا بتلبيتك الدعوة الدعوة التي استمرت 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 أو حتى في العالم كله تعانم إنها ما عندهاش أولاد نورتنا وشرفتنا ويعني زي ما بقوله ننتظر اللقاء القادم على الأحيان إنساء الله ترأي طيب عزيز أستاذنا والقيمة العلمية الكبيرة وأستاذ الأساسي الأستاذ الدكتور محمد العلي إبراهيم كان منورا بشكل كبير جدا منيرا في الناس الحلوة والحقيقة حوار معه كالعادة لا ينضب من العلم والدقة الشديدة ووضع قانونا هاما جدا بشكل وبتلقائياته المعهودة نحن نشتغل أو نعمل طبقا للكتاب زي ما احنا بقوله في الفلد الطبي محدش يشتغل من دماغ والله يخليكم ودماغك لو فيها حاجة يبا فيها الكتاب خلاف الشغل من دماغك يعني شغل من كتاب في الآخر الكتاب الطب يعني الفهلات في الطب القاتلة ومخيفة ومزعجة ومقززة خليكم ضيبا معنا سهلا الناس اللي عندها borderline MS أو عندها ببادئ MS دول هيخضاع برضو لعلق ولا لا عيانا بشخص العيان المقاس ما تدولوش هلا ليه؟ الأعراض بسيطة جدا التغيرات في الأشعة بسيطة جدا السقل اللي هو خح سلبي موسيقى